سلام عليكم و اهلا بحضراتكم و حلقة جديدة من قلوم كمليين سبحان الله عبدالفتاح السيسي بيحاول ويكتهد كل شوية انه يعمل مؤتمرات بيحاول ويكتهد انه يجمع شباب ويجيب للشباب دول ناس من بره علشان يبهر الشباب اللي جوه احنا عارفين ان عبدالفتاح السيسي ما عندوش حزب فبيحاول يكون حزب السيسي حزب السيسي دول هم الشباب اللي حيجيبهم في المؤتمرات ويقعد يكلمهم كل شوية المؤتمرات اللي بتتعمل حسب الطلب المؤتمرات ممكن تكون للرد على محمد علي او لتثبيت موقف او للمكايدة السياسية او للرد على اردوغان او 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 المؤتمرات عند السيسي ما لهاش وقت اسهال من المؤتمرات بيكتاح مصر كل شوية مؤتمرات مؤتمرات لإفريقيا ومؤتمرات للشباب ومؤتمرات للرح ومؤتمرات للجوم ومؤتمرات للمؤتمرات يا ترى ايه الهدف من المؤتمرات الهدف من المؤتمرات السيسي عايز يقول للدنيا كلها ان البلد تمام وبنعمل مؤتمرات واحنا زي الفل اي نعم بقتل واسرق وانهب وانهك البلد كلها بس بعمل مؤتمرات بيقعد يتكلم كلام كتير اهم حاجة تمسك الحديدة تقعد دقاء تهبل تهرتل تقول للناس انا زي الفل انا راجل جامد جدا صراع الافيال مش المفروض تتدخل فيه الاشجار انا بقول كلام ما يتقلش عشان انا انسانيتي اكبر من وظفتي الكلام اللي انتو عارفينه ده كله ولكن سبحان الله في نفس الوقت اللي بيقعد يهرتل فيه المختل ده ويصرف فلوس البلد على الفرغة يطلع العيب كورة الماني من اصل تركي يكتب بيان او بوست او تسميه زي ما انت عايز عن اللي بيحصل في تركستان الشرقية او المنطقة اللي بيسميها الصينيين بعد احتلالها سين كيانج الارض الجديدة عن الايغور الايغور اللي هم المسلمين اللي بتحتل ارضهم الصين من سنة 1949 الاطراك اللي اصولهم تركية ولكن جنسيتهم الصينية والان بيتعرضوا لخطر الابادة شاب صغير بيلعب كورة في الدوري البريطاني يطلع يعمل البيان ده فيأثر في العالم كله بلا اي مصاريف وبلا اي بهرجات يأثر في العالم كله اكتر من كلام عبدالفتاح السيسي عن انتقاد الامم المتحدة وانتقاد المش عارف ايه وضرورة الايه والارهاب ومش الارهاب والكلام الكتير ربنا بيعلمنا ان مش كل حد يعملوله هالة كبيرة ويصرفه عليه فلوس يبقى ليه قيمة او كلامه الناس تاخدوا على محمل الجد ممكن واحد قاعد في حتة بعيد خالص وبيلعب كورة ولكن عنده مبدأ بيتكلم بصدق يبقى كلامه اكثر واقعية وتأثير من كلام تافه جمع حواليه ناس علشان يقعد يعمل عليهم ريس وكبير ده الفرق بين تأثير كلام مسعود اوزيل وبين تأثير كلام عبدالفتاح السيسي اللي ما اصرش ولا حتى في انتصار مراته اللي قاعدت تضحك لما اتكلم انجليزي زي ما كلنا شفناه ازاي رائع وبيتكلم عن تشيك هاند يو ده الفرق يا جماعة بين التافه المطاع وبين صاحب الهدف وصاحب الضمير وصاحب الانسانية عموما باسمي وباسم كل الناس اللي بتحمل مشاعر لمسعود اوزيل لموقفه بشكر مسعود اوزيل جدا بشكره وبقدر موقفه جدا لانك بتتحرك من وعي انساني واسلامي ووعي واحد فاهم اللي بيحصل في العالم علشان كده مثلا هتلاقي دولة بحجم الصين بتعادي مسعود اوزيل الشاب اللي بيلعب كورة ده الصين قرينا الخبر بتعادي مسعود اوزيل وبتمنع بس مبارياته مثلا قناة صينية ترفض اذاعة مباراة ارسنل والسيتي بسبب تصريحات اوزيل كلام ده امبارح تخيل وبينما تفرد الصفحات والقناوات لعبدالفتاح السيسي ليطل علينا بتفاهته وخبته اوزيل بيتعرض لحملة قوية جدا في الصين قفلوا صفحاته قفلوا صفحات المعجبين به حتى العامل لايك على صفحته ولا 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 ليه علشان بيقول كلام مهم جدا طيب نشكر اوزيل واعتقد ان الكابتن محمد ابو تريكا وفى وكفى مع اوزيل الامبارح لما تكلم عنه خلانا نشوف ابو تريكا وهو بيتكلم عن اوزيل وبيتكلم بلسان كل واحد صاحب قضية مش صاحب قضية قضية فكرية قضية انسانية وعقائدية قضية 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 الناس اللي بتموت في تركستان الشرقية ومحدش ااخد باله ومحدش عايز ياخد باله باشكر مسعود اوزيل وباشكر ابو تريكا على سناءه على اللي تفضل بي مسعود اوزيل وحنشوف الفيديو ده وبعدين هنرجع وعشان ندخل على المؤتمرات مؤتمرات 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 سيل المؤتمرات اللي بيكتاح البلد ويا ترى ليه لازمة ولا الفلوس كانت نفعت الناس اكتر تعالوا نشوف في الاول تصريحات او تعليق محمد ابو تريكا على موقف مسعود اوزيل بالنسباني اوزيل قدم نموذج للرياضي صاحب الضمير الحي ويملك الشجاعة الذي ربما لا نملكها احضر ترجمة نانسي قنقر ربما الانسان بيعيش في فترة خوف ان يقول رأيه او ياخذ موقفه اوزيل لا نموذج نموذج يحسب لأوزيل ورب يصبح تعالى يجيزي عنه خير يحارب من قلة انما الاجر فوق الاجر عند ربه فتمنى له التوفيق اشكره على هذا الموقف اشكره انه اصبح خدوة للراضيين واحنا بنشكر اوزيل وبنشكر ابو تريكا وبنشكر كل حر بياخد مواقف لصالح الانسانية ولصالح رفع الظلم عن كل مظلو